وقع حادث تصادم صباح اليوم السلساء 29 عشر 2019 بين القطار وصيارة بمزلقان بدران شمالي مدينة اللقصر مما أصفر عن مصرع أربع مواطنين وأصابت أربع آخرين وعلى الفور انتقل لموقع الحادث رجال الإسعاف وقيادات المحافظة ومدرية الأمن لمتابعة تفاصيل الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما قال أحمد حسين أحد شؤون العيان أن القطار كان قادما من محطة قطارات اللقصر ومتجه شمالا إلى محافظة إنا في الوقت الذي حاول فيه قائد السيارة الأجرة عبور شريط السكة الحديد إلا أنه وبسبب أن الطريق لم يكن ممهدا علقت السيارة في أحد الحجار ولم يستطع السائق المرور فاستضم القطار بها وأضاف حسين أن سائق السيارة قفز من كمينة القيادة عندما شعر باقتراب القطار فيما لم يتمكن باقي الضحايا من الهرب من مصيرهم المحتوم وهرع على الفور الموقع الحادث سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفقين وانتقلوا لموقع الحادث كل من محافظ الأقصر واللوى عيما روادي مدير أمن الأقصر لمتابعة الحادث وده صورة من موقع الحادث حاجة موسفة وهنشوف دلوقتي فيديو لللوى كامل للوزير وهو بيؤدي واجب التعزية في محمد عيد لأهله شهيد التذكرة وقالكم ساري أوطار لأسكندرية الروس الرقم 934 أمام النيابة العام أنا ما عملتش حاجة والشابين هم اللي أفزوا وفتحوا باب القطر عشان مش معهم فلوس التذكرة مشيرا لأنهم المهام ما عملوا حفظ الأمن والاستقرار داخل القطار والبدء في تحصيل قيمة رسوم التذاكر من الركاب المتخلفين عن الحصول على تذكرة من شباك الحجز بمحطة القطر وأضاف لكني فجيت بشابيني يقفان في وسط عرب بيت ركاب الدرجة الأولى المكيفة وسط الناس في حالة من الهرج والمرج وطالبتهما بسداد قيمة تسكرتين وامتنعا عن السداد بأسلوب غير الله فالتزمت بكوني موظفا في عيق السكك الحديدية باتباع إجراءات إدارية بمطالبتهما بالسداد أو تسليمهما إلى الجهات المعنية لاتخاذ شؤونها ولكنهما قفزا هربا من القطار لوحدهم وأنقر الكمسار أمام النيابل عما قيمه بأجبارهما على القفز أو سعيه لدفعهما بيديه للقفز من أبواب عربة القطار مضيفة إحنا بني أدمين ونعرف يعني إنسانية التصرف والتعامل مع الشباب ولكنهما تصرع في القفز إلى خارج القطار بقرية دفرة عقد تحرقنا من محطة قطارات طنطة العمومية وتابع الكمساري ربنا يرحم الشاب بالضحية ويسكنه في سيح جنات وأنا لم أقصد التعالي بله في أي شيء ولكن هو وزميله انفعل في الكلام معي وأراد الخروج من القطار أمام جميع الركاب من خلال القفز أثناء سير القطار من جانبه شرح أحمد سمير الناجي في وقعة القطار وزميل الضحية أمام النيابل عما ما حدث قائلا أنا عشت لحظات من الرعب داخل القطر والحمد لله على كل حال فقدت زميل عمري كله محمد شهيد التسكرة وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب وأضاف أنا وهو تعاملنا مع الكمساري بأشد إيهانا وطلب مننا خلال مروره سادات قيمة التسكرة واحنا ما كانش معنا فلوس تكفي سادات قيمتها وانهال علينا بصوت عالي قائلا لنا هتدفعوا ولا تمشوا من القطر خالص ولا سلمكم للشرطة مؤكدا أن القانون قادر على القصاص لحق زميله وتابع سمير قائلا أنا أنا نطيت أنا وزميلي رهبة من تسلمنا للشرطة أو حبسنا عشان مش معانا فلوس التسكرة والكمساري أرهبنا وأهلنا أمام ركاب القطر وأحرجنا وفتح لنا أبواب القطر وأضاف الشاب وعينها تنهبر بن دموع لم نجد مفرن سوى القفز ولكني وقعت على قدمي على الأرض وصحبي وقع أسفل عجلات القطر ولفظ أنفاسه لأخير أمام عيني في مشهد لم أقدر على استيعابه لحد تلك اللحظة وتابع الشاب المكلوم بقوله القصاص القصاص لصاحب عمري مطلب شرعي ومكفوله لأن أتوانى في الوقوف ورفع جسده في جناسته بمنطقة الشرابية بمسكة رأسه كونانا عملنا معا وسعينا وراه لقمة عشنا والكفاح من أجلها معا في السياق ذاته وكهت النيابة العامة في تعليمتها بضرورة استكمال علاج الشاب سمير وأجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة له داخل مستشفى طنطل جامعي وإخلاء سبيله من سرايا النيابة وعلى بعض خطوات من أبواب النيابة العامة قالت مروى سمير شفيقته أن أفراد العاهلة اتمأنوا جميعا على حياته وتوجهوا لشبرة الخيمة للمشاركة في واجب عزاء زميله شهيد التسكرة لافتة لأن وزير النقل سيزور شفيقها للأتمنان على صحته خلال تواجده في القاهرة واضافة أن أفراد العائلة يناشدون النائب العام سرعة القصص من الجنة ليكونوا عزة لكل من تسول له نفسه التمادي في الخطأ وقتل أرواح إبرياء مؤكدة أن شفيقها وصديقه لم يرتكب أي خطأ وأنه ما كان في طريقهما للإسكندريا من أجل لقمة عيش شريف وكسب قوتهما من عرق ابنهم على حد قولها محمد عيد شاب في مقتبل حياته بدأ العمل مبكرا للإنفاق على حسرته الصغيرة المكونة من شقيقته ووالدته المريضة لكنه فقد حياته بسبب تسقرة قيمتها 70 جنيه هو شاب محترم مكافح منذ صغري يحترم الكبير والصغير والابتسامة لا تفارق وجهه أثناء سيره بالشارع محل سكن ووالده متوفي هكذا أجمع أهالي منطقة أم بيومي بشبرى الخيمة مسكة رأس محمد عيد شهيد التسقرة مؤكدين أن الضحية عاملة في شارع المعز في صناعة الميدليات الهند ميد حتى أتقنت الصنعة وأصبح يعتمد على نفسه في صناعتها وبايعها لحسابه الخاص على شواطئ اسكندريا لكي يبني نفسه بنفسه ويأكل لقمة عيش حلال إلا أن القدر كان له رأي آخر ليسقط تحت عجلات القطار ويلقى مصرعه ويصاد زميله من الإسكندرية إلى القاهرة هكذا قضى محمد عيد حياته بين القطارات الحصول على لقمة العيش حيث كان يبيع منتجاته في الإسكندرية ويعود ليلا حاملا أمواله من أجل الأنفاق على أسرته ولكن جاء اليوم المشؤوم وتساقطت الأمطار ولم يتمكن محمد من بيع منتجاته فاتجه للقطار عائدا ليفاجأ بكمساري القطر يجبره على دفع 70 جنيه ثمن التسكرة أو القفز من القطار أثناء سيره حاول محمد عيد مع الكمساري أن يتركه لأنه لا يملك نقودا إلا أنه خيره هو وصد يكوبينة الدفع أو القفز فاتحا لهم باب القطار بالقرب من محط الطنطة فقفز الشابان أملا في النجاح ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وسقط محمد عيد تحت العجلات ضحية لثمن تسكرة الموت ده محمد عيد الله يرحمه ده أثناء تشريع جسمانه وكشف محمود عيد شقيق الشاب بمحمد عيد محمد أثباء على المتجاورة الذي لقيها مصره تحت عجلات القطار تفاصيل آخر مكالمة لشقيقه مع والدته وأكد عيد في تصريحات خاصة للبوابني وتعامل شكوه كان محبا لأسرته لا سيما والدته حيث كان يكن لها كل الاحترام فضلا عن أخلاقه وحبه لربه وسعيه دايما لكسب لقمة عيشة بشرح موضحة آخر مكالمة بينه وبين والدته كانت قبل ما تحصل الكرسة بساعات هل لها أنا جاي في الطريق وعلى فكرة أنت وحشتيني أوي يا أمي من ناحية أخرى ردها المحامي العام في تعليماته بضرورة الاستماع إلى قوال الكمساري المتهم الرئيسي في وقاعة قفز الشابين وشهود عيان من ركاب حارس القطرة باستقلال على الأقوالهم في محضرية الشرطة اللذين تم تحريرهما بنطاق محطة سكة حديد مصر بالقاهرة ومركز طنطا ومطابقتهما فضلا عن التأكد من وجود ترهيب للشابين أدى وتسبب في قتل أحدهما وهروب الآخر وباشر أعضاء النيابة العامة بملكز طنطا على الفور وحتى الساعات الأولى من صباح يوم السلساء 29 عشر 2019 سماع أقوال الكمساري وشاهد العيان فضلا عن مخاطبة الدكتور محمد الشبيني مدير مستشفى طوارئ طنطا الجامعي للإطلاع التقارير الطبية للشاب بالضحية وزميله الناجي من وقاعة القفز وفادت مصادر نيابية بأن التهمة الموجهة للكمساري هي القتل بالترويع بإجباره الشابين على القفز للتخلص من موقفهما بعدم القدرة على سدار التذاكر والهرب من تسليمهما إلى الشرطة ما حرس لا نقبله ونعد طورات تأهيل وتدريب وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديدية لكي يحسنوا التعاون مع المواطنين هكذا رد اللواء كامل الوزير وزير النقل أثناء مدخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى المزاع في برنامج على مسؤوليتي المزاع على قناة صدى البلد على الحادث مؤكدا عن رئيس القطار متواجد في النيابة العامة وما تقرره النيابة العامة أن ينفزه بمنتهى القصوى مضيفا تم فتح باب القطار بمفتاح ومن المفترض أن يكون متواجدا مع رئيس القطار وسيتم التعرف على هوية من فتح باب القطار ولن نستطبق الأحداث ولن نسمح بتقرار ذلك مرة أخرى ده الشاب محمد عيد الله يرحمه اللي وقع تحت عجلات القطار وهنا أحمد سمير ويحكي اللي حصل وده الكشف الطبي عليه سيري قنامتالي قط ترجمة نانسي قنقر